اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان الصحافة المحلية شريك اساسي في الدفع بمسيرة المنجزات الوطنية نحو تحقيق المزيد بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين تماشيا مع اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله وراء وهشار سموه الى الدور المتنامي للصحافة المحلية في تعزيز الوعي المجتمعي نحو مختلف القضايا والتحديات والتعبير عن تطلعات وراء المجتمع في مختلف المجالات بما يرفض عجلة العمل المتواصل لفريق البحرين في كل قطاع نحو تحقيق الطموحات المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الاعلام لدى لقاء سموه مجلس ادارة جمعية الصحفيين البحرينية برئاسة السيد عيسى الشايجي حيث نوه سموه بالإسامات الإيجابية للصحافة المحلية والاعلام الوطني في مسيرة بناء الوطن عبر تكريسها لقيم المصداقية والموضوعية والشفافية المهنية لفتا إلى أن حمل أمانة الكلمة هي مسؤولية تستوجب معها مضاعفة الجهود ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وذلك بما يدعم شتى مسارات التطوير ويعود بالخير على المواطن وقال سموه أن الصحفيين جزء فاعل ضمن فريق البحرين ومن خلال الأدوار التي يقومون بها العاملون في قطاع الصحافة والإعلام تواصل مملكة البحرين تعزيز مكانتها وتنافسيتها عبر ما يتم إبرازه من إنجازات للجميع وما يتم تحفيزه من قيم الإبداع والابتكار على كل صعيد مؤكدا سموه أن كافة الجهود المبذولة من الصحفيين والإعلاميين تعكس الحس الوطني الذي يتسمون به وهي محل تقدير مستمر من جانبه عرب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عن شكره وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ودعم بوسائل الإعلام والصحافة المحلية وذلك بما يصهم في تعزيز دورها في المجتمع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة